يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضراتكم يوم جديد حلقة جديدة السادسة حياتي الكل الأهلوية اللي بيتابعونا والحقيقة يمكن دخلنا في مرحلة الجد ولو كنا الحقيقة ما خرجناش منها لكن كل مطش بنقرب منه ومن بطولة كاس عاملان دية بيتهيالي انه دركة التقهب والتحفز والاستعداد والتفكير والقلق والتوتر والفرحة كل دي حقيقة كوكتيل مشاعر بنقرب مع كل مباراة الأهل بياخدها أعتقد أنه بقول وقت الجد كمان لأنه ما أعتقدش أنه هيكون عندنا وقت كتير للتجارب يعني ميستر موسيماني بالتأكيد بيحاول يوصل للتوليفة الأمثل أو الأنسب يحاول يستخدم فيها كل الأوراق والنجوم المتاحة قدامه عشان يحضر نفسه لكاس العالم سواء كنت بتكلم على الأسماء أو كمان سواء كنت بتكلم على طريقة اللعب اللي بالتأكيد بتختلفه كله في إطار التجارب لكن هل انتهت مرحلة التجارب ولا لسه شوية ده اللي هنعرفه طبعا وهتوضح إجابته في خلال وقت بسيط جدا مطش الانتاج الحربي محطة مهمة جدا للإستعادات طبعا لكاس العالم الأندية ومهمة كمان نتكلم مع حضراتكم النهاردة هنتابع طبعا أخبار نادي الأهلي وأخبار التمرين وأخبار الفرقة وأخبار المصابين وكمان مهمة جدا نتكلم على كاس العالم الأندية العد التنازلي بدأ 48 ساعة بتفصلنا عن استضافة كاس العالم لكورت الياد هما الاتنين جايين كاس عالم مع بعض فعرفة كله داخل على كله كاس العالم لكورت الياد طبعا اللي هتستضفها مصر وإن شاء الله تكون بطولة نكحة وهنتابع مع حضراتكم بتفاصيل لأنه يمكن في اللحظات اللي بنقابل حضراتكم فيها أو على مدار الساعة اللي جاية هيكون فيه اجتماع مهم جدا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دكتور حسن مصطفى رئيس تحاد دولي هنتكلم على آخر المستجدات وآخر القرارات المتعلقة طبعا وخصوصا طبعا اللي همينا قوي نعرفها بشكل واضح وننقلها لحضراتكم هي فكرة الحضور الجماهي مساء الخير على حضراتكم مرة تانية مساء الخير يا سارة مساء الخير عليك يا أحمد دايما تصلحيني كده لما أنت اللي دايما بتصلح لي قلنا